يوم بعد آخر تغيب الحكومة الشرعية عن المشهد السياسي في عدن لصالح قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً التي تحكم سيطرتها على المدينة الحكومة الشرعية ورغم تحركاتها الكثيرة فشلت في إقناع السعودية والدول الخمس الدائمة العضوية في الضغط على المجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض والتراجع عن إعلانه الإدارة الذاتية الفشل الحكومي في الوصول إلى صيغة تفاهم ترغم الانتقالي بالتخلي عن ما يسمى بالإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة دفعها إلى اعتبار قوات المجلس الانتقالي مجرد ميليشيا مسلحة ومتمردة ولا شرعية لها وفق ما أكده وزير الخارجية محمد الحضرمي التأكيد الحكومي الذي ناقشه الحضرمي خلال اجتماع إلكتروني مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن جاء كنتيجة لرفض المجلس الانتقالي تراجعه عما يسمى بالإدارة الذاتية واستيلائه على أموال البنك المركزي وأمام الفشل الحكومي في إقناع السعودية بالضغط على الانتقالي ذهب مراقبون إلى اعتبار أن الإمارات لم تعد الداعم الوحيد للتمرد على الحكومة في عدن بعد أن بات الانتقالي أيضا يحظى برعاية سعودية منحته فرصة عقد لقاءات مع سفراء الدول الكبرى وهو الأمر الذي عد بمثابة انقلاب آخر على الشرعية وعلى أهداف التحالف